بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت مع مجموعة من الزملاء نواب سعود عبدالعزي الأسور فهد فلاحي بن جامع ماجد مساعد المطيري هاني حسين شمس بطلب تشكيل لجنة مؤقتة مختصة بتقديم تصورات ومتابعة حلول المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية ونقصد بها مدينة صباح الأحمد الوفرة السكنية ضاحية علي صباح السالم والخيران السكنية هذه اللجنة ستتابع وتنظر في كل مشاكل المنطقة المتعددة مشاكل المنطقة تتعلق بوزارة الصحة بوزارة التربية بوزارة الأشغال بوزارة الداخلية بوزارة البلدية كل الوزارات معنية متابعة كل قضية لوحدها مسألة تم استخدامها ومحاولة الزملاء السابقين في السنوات الماضية متابعة القضايا فرديا اليوم سنتتيح هذه الآلية لأنها آلية لحل المشاكل ليست هي الحل إنما هي آلية لحل المشاكل وستتيح لأهل المناطق أيضا أن يحضروا لهذه اللجنة لعرض المشاكل فهي فرصة لإيجاد استخدام الأدوات الدستورية لإيجاد حلول استقبال أهالي المناطق وأيضا دعوة المسؤولين عن القطاعات المتعددة للجلوس والسماع لهم وأيضا متابعة تعاون للجهات الحكومية في حل المشاكل يجب أن نستخدم أدواتنا لتحسين الواقع ستعرض هذه المقترحة يعرض على الجلسة القادمة بإذن الله وإن شاء الله ستكون هذه آلية وعداء لإيجاد أفضل الحلول والتصورات لحل مشاكل هذه المناطق